اشتركوا في القناة الاستخدام الواسع لسلطات الصين في تركستان الشرقية للجان الشعبية المدمجة مع تكنولوجيا المراقبة الشاملة في الصين وذلك بهدف مراقبة تحركات الايغور وقال التقرير ان اللجان المحلية التي يطلق عليها التطوعية عكست لجان الاحياء الثورية في حقبة مؤسسة الاشتراكية الصينية اذ تزور المنازل لاجراء التحقيقات وتقييم اذا كان اي فرد يحتاج الى اعادة تثقيف كما تراهها وكتبت المؤلفة الرئيسية للتقرير ان الاعمال البيروقراطية الداخلية في تركستان الشرقية خلال السنوات السبع الماضية تتناسب مع نمط اوسع من الحكم الاستبدادي في الصين يضيف تقرير المعهد الاسترالي للسياسة الاستراتيجية الذي اتخذ من كامبرا مقرا له الى مجموعة متزايدة من الادلة على حملة بكين القمعية في تركستان الشرقية